السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ان الشدائد اللي كان عاني منها سواء انحبس المطر وهذا هو العام الرابع متوالي والفلاحة علاقة للحال وهذا العام فارحنا وسعيدنا بامطار الخير ولكن بعد ذلك وقع انحبس المطر وتضررت الفلاحة تضررت كثيرا والناس كي عنيو رأى في البوادي وفي القرى رب اللي يعلم بحالهم والقضية ليست قطية حكومة او وزارة فلاحة او صيد بحري القضية قضية سماوية القضية قضية ربانية انطلبوا الله سبحانه وتعالى يغيتنا بامطار الخير وامطار البركات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ثم كالقو وحد الحالة دي الكساد تجاري زاد من حدتها ما سمعنا من اخبار وانباء عن انتشار هذا الفيروس المسمى كورونا الذي اذا حل في منطقة ان لو اتار الرعب والهلع والخوف في قلوب الناس واتار على الحركة الاقتصادية وعلى الانتعاش التجاري وكل هذا اتار في النفس وحد نوع من الهلع ولقى الناس هربانين كاللي بغى يمشي للبوادي قال لكنا نمدينا هناك مستشفيات جامعية سمعنا ركين حالة مقربة اجين هرب البادية كيمشي للبادية كيلقى الجفاف ما كيلقى الشربة ماء وكيلقى الاحوال لا تسر هاتش اللي وقع لنا كيف يمكن ان يزول هناك تدابير كثيرة جدا خاص مجالس حكومية وخاص وزراء وخاص مستشارين وخاص مخطط كبار يوضعنا استراتيجية المستقبلية والمخططات اللي ممكن نسلكها كاخرة الطريق لكي نتجاوز هذه الشدائد ولكن هذا طويل طريقه وصعب انجازه لكن بالمقابل عدنا واحد طريق سهل جدا 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 سهل فيه كن فيكون وهو قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم بل لكي القول الاوضاع هكذا شديدة كنقول لربما ان الله علينا غضبان اي نعم في بلادنا كما في بلاد الاسلامية كين الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والداكرين والداكرات ولكن بالمقابل كين هناك فئات اللي هما يجاهرون بالفسق والفجور ينتقدون الدين يطعنون في السنة ينكرون القرآن ويفعلون اشياء ربما تغضب اهل السماء وتغضب رب السماء فلهذا علينا ايه الاحباب ان نتقي بماذا بان نكثر من الاستغفار اخونا الحج الحلوي اعطاه الله هذا البصير وقال لنا بان العلاج من المرض والوقاية من الفيروسات والبحث عن الماء والامطار رأى علاجه وكله في كلمة وحدة وهي في الاستغفار ففي المطار ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على لسان نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اذا واضب الناس على الاستغفار فان الله سبحانه وتعالى ينزل امطار الخير وينزل امطار الرحمة وينزل امطار البركات فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا اما ما نخافه الان من هذه العدوى وهذه الفيروسات فعلاجها في القرآن الكريم واضح الم يقل رب العزة في كتابه العزيز وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الى كالنس يستغفروا الله تعالى لا يعذب علاجنا وحصننا الحصين هو اننا جميعا علينا ان نقوم بحملة وطنية قوية للاستغفار الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار اي نعم بلادنا الحمد لله محصنة بالصالحين والصالحات والذاكرين والذاكرات وأهل الخير وأهل الفلاح ولكن أيضا هناك من بيننا من يرفض هذا النعيم ويعلن جهوده للرحمن ولعل الله تعالى يعاقب هؤلاء بهؤلاء ألم يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة قتلها يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال أي نعم إذا كتر الخبت فعلاجنا أي الأحباب الكرم هو التضرع لعلهم يتضرعون نتضرع إلى الله ونكتر من الدعاء ربنا سبحانه وتعالى قال قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم العالم برغمته هذه الأيام سيسير نحو وجهة واحدة وهي العودة إلى التدين الصادق كل ما يقع في العالم الآن هذا العلع وهذا الخوف سيعود كله إلى الدين الصادق الفطري مش الدين السياسي الدين السياسي ربما فترة زمنية طويلة أصبح هناك تهافت على الانتخابات ولا الامتيازات ولكن الدين الفطري الدين النقي الصفي اللي ما عنده علاقة لا بالدنيا ومصالحها ولا بالسلطة ولا بالاقتصاد الدين الصادق الطاهر النقي الصفي سيعود كله إلى العالم لقد سمعنا أن هناك أناس في الصين لعندهم دين آخر بودا سدهارتا أديان أخرى كوفوشيوس منوشيوس أو هناك من لا دين له كيمشي عند مسلمي الصين من مسلمي الإيجار كيقلوا لهم أرجوكم ادعوا لنا ربكم ادعوا لنا ربكم أن يرفع عنا العذاب فصار الناس يؤمن بالدعاء العالم يسير في خطة حسنة أنا عن نفسي متفائل جدا متفائل جدا 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 أقصى درجة التفاؤل مما يقع في العالم هذه شدة يعقبها رخاء كبير وازدغار واسع ونور في التدين سيعود البشرية كلها إلى الدين من جديد خوف من الرحمن لأن الله تعالى إما يخيفنا وإما أنه يفتح لنا أبواب عطائه فما يقع هو عودة صادقة عودة كبيرة إلى الدين وإلى اليقين ليس الدين السياسي أو الإديولوجي ولكن الدين الصادق الطاهر الفطري ماذا علينا أن نفعل أنا أيها الأحباب كل ما علينا سهل جدا نحن لسنا مطالبين بأشياء خطيرة سهل الدين يسير إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحل إلا غلما يسر ما هي الوصفة السحرية المباركة لكي نكون من أهل الفلاح والنجاح أولا علينا أن نبدي ندمنا على ما فرطنا في جنب الله هذه أول حاجة نشير ندرنا في من خطايا ودنوب يا مرتكبنا خطايا يا مرتكبنا دنوب يا مفرطنا في جنب الله كم من صلاة لم نؤديها كم من يوم أهملنا فيه القرآن لم نقرأه كم من سنة مرت لم نخرج زكاة أموالنا كم من عائلة من أحبابنا من الأرحام قطعناها كم وكم وكم لا بأس عفى الله عن مسلف فقط نبدي الندم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة نندم ونتوب وانتهى الأمر ربنا عز وجل بجرة قلم يقول من ندم وشعر بأنه ندم عفى الله عن مسلف الله تعالى رحمن رحيم ويقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إنه الغفور رحيم فلابد أن نبدي الندم ثم بعد ذلك علينا أن ننخرط وطنيا ننخرط جميعنا في الاستغفار أن يكون الاستغفار عندنا يوميا في الصباح وفي المساف وفي كل وقت وحين نستغفر الله تعالى في كل وقت وحين والله وبالله عندي يقين مليار في المئة بأن الخير سيعم علينا وأنه بعد الشدة سيأتي الرخاء وستأتي الأمطار وسيأتي هناك ازدغار ورخاء في الأسهار وخير يعم على الجميع ثم شفاء وصحة وعافية وجنة فوق الأرض قريبة بإذن الله لأنه بعد الشدة هناك الانفراج وبعد المحنة هناك المنح الإلهية فلنبدي جميعا ندمنا وأسفنا على ما فرطنا في جنب الله ثم علينا أن نكثر من الاستغفار سنجد عجائب قدرة الله وصفة قرآنية سنية نبوية شريفة سهلة المنال لكنها ثعالة ونتائجها إن شاء الله سنلمسها قريبا وهنيئا لمن يلمسها من الآن هناك أناس الآن يلمسونها لأنهم من خرطين فيها فهم يشعرون الحمد لله بالراحة وبالطمأنينة وبالسكينة دائما هناك التفاؤل بالخير ثم إن الله تعالى يغضق بخيراته وأرزاقه وفتحاته وكرماته على العائلة والأسرة وكل شيء فلننخرج جميعا أيها الأحباب الكرام وليبلغ منا الشاهد الغائب كيف كيف سنوه باحتاجي ليبلغ منا الشاهد الغائب لتلقتي معاه قول لي شوف أرى الوصفة من الأزمة للغلاء ولدي الجفاف وللوقاية من فيروس كورونا أرى كي نفي وصفة بسيطة أن تبدي الندم بينك وبين الخالق ثم تنخرط في الاستغفار وسترعجائب قدرة الله اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا تشترك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر